السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نتعلم مع بعضياتنا الدرس ديال الشهدق هالدرس هذا رائع جدا واللي بغت تعلم طريقة عمل الشهدق في نصف طوق فترجع للقناة أنا غادي نحاول أنني نوضع لكم الرابط في صندوق الوصف ديال الخدمة ديال الشهدق والآن غادي نتعلم الدرس ديالها فأول حاجة نديروها تنتبتو الخيط وتنركبو هاد العقيقة أنا خديت هاد اللون هادا فانتوما بطابعة الحال كل وحدة غا تستخدم الشكل اللي عندها والحجم اللي يبال لها مناسب فأول حاجة يعني تنتبتو الخيط وترجع هاد الخيط من الفوق وترجع في نفس النقطة اللي أنا خدمت فيها في الأول يعني البلاسفين دخلت الخيط أول مرة هترجع ليها وتنحاول أنا نخلي هنا وحد نصف دائرة فوق هاد العقيقة هادي دروري خاصة تكون من الفوق لأنني غادي نخدم عليها فخاصة تكون متناسقة ومناسبة معاها يعني في نفس الحجم فغادي نرجع للتوب وغادي نوضع غريزة وحدة في التوب لاحظوا معايا هنا العدد ديال الغرزات اللي غادي نوضع فغادي نوضع أول حاجة الغرزة الأولى وغادي نجي لنفس البلاسة وغادي نوضع الغرزة الثانية وغادي نجي كذلك لهاد المكان هادا وغادي نوضع يعني الغرزة الثالثة والآن الرابعة والخامسة غادي نرجع هنا لهذا المكان هادا نفسه يعني في نفس البلاسة غادي نخدمو الغرزة الخامسة اللي هي الغرزة الأخيرة ولاحظوا معايا هنا يجيدا الطريقة كيفاش غادي نبدأ نزيد في الغرازي يعني هنا هاد نصف دائرة غادي تبدأ تتكبار هاد شي علاش حنا خاسنا نزيد على حادة العدد دي الغرازي ووضعنا هنا خمسة هنا خاسنا نزيده فهنا ماندربش في هاد المكان هادا غادي نرجع لاحظو معايا جيدا يعني غادي نجي لتوب هاد الغرزة اللي فوق هاد التوب مباشرة فه mujeres يتمثل آآه زيادة بالنسبة لي فهنا فين غادي نزيد يعني هنا غادي نزيده غرزة فهاد المكان هادا بالضغط وغادي نخلي لاحظو معايا جيدا نخلي هاد الغرزة وغادي نجي ل الثالثة يعني يجينا نحسبو ونخليه وحده ونجيه لحدها هنا فخلينا غرزة وجينا لحدها وغد نلاحظوا معي جيدا غنجيه لهاد العوينا لحدها بالضبط وغد نخدمها فهدي غد نخدمها يعني هنا فهدي من بعد ما خدمتها غد نخلي هنا هد الغرزة هدي وغد نجيه لأخيرة يعني هذه الأخيرة اللي خدمناها الغرزة رقم 5 فهنا لاحظوا معي هنا الزيادة كيفاش غد تكون مرة أخرى غد نزيد يعني في المرة نضرب في التوب تنزيد غرزة يعني دائما هدي الأهم حاجة ان احنا في المرة نضربه في التوب تنزيده فلاحظوا معي جيدا غد نضرب هد الغرزة هدي اللي حداها بالضبط هي اللي غد نخدمها هدي فهد الغرزة هي اللي كتمثل بالنسبالية يعني الزيادة كما قلت لكم في الأول وهد الفراغ هده يعني هد البلاسة اللي احنا خلينا فيها الغرزة فلاحظوا معي جيدا كيفاش غد نعمرها فأنا غد نرجع لهد الفراغ هده وغد نعمر نعمرها بغرزة لولاق وغد نجر الخيط يعني نجر الخيط وحد شوية هد الاتجاه هده اتجاه اليمين وغد نجيل هد الاتجاه الشمال وحتى هو غد نجر فيه الخيط يعني لاحظوا معي مزيان عمرته هنا بجوشة الغرزات .و應該جل إغراضة تبقى التي لديها خدمها .لك وأنا نقوم ب никогда ي Kryolize .و عدد في قليل الجوناف مباشرة على ديمن و مص sum .منا نقوم بها دي متان جار الخيط باش تعطيني هادك الفراغ يعني هادك الفراغ يبقى عندي ورجعنا نخدم الغرزة الاخيرة وكذلك هنا التوب دائما لاحظوا معايا ان احنا في المتان نخدمه في التوب تنزيد غرزة فهنا مثلا انا ما نجيش لهاد الغرزة اللي حدايه وغاد نخدمها فغاد نخدم هاد اللي لعلى التوب هاد اللي لعلى التوب هي اللي غاد نخدمه هنا باش تعطيني هادك الحجم يبقى غادي وتيكبار باش ما يجيناش يعني تفاوت في الخدمة وتنخدم الغرزة اللي حداها يعني هنا ولو عندي جوجة الغرزات وغاد نجي لهاد المكان هادا بالضبط لاحظوا معايا هنا فين عندنا الفراغ يعني هادك الفلاصة فين احنا اخلينا العوينا فغاد نخلي كذلك هادك الفراغ اللي احنا درناه غاد نخليه وغاد نجي هادك الغرزة اللي حداها فهنا احنا خلينا هادك الفراغ وخدمنا الغرزة اللي حداها وهاد الغرزة هادية اللي قد لكم احنا ديما توقعون ونخدموها هادي اللي جات هنا فين راس ديما تبقى تخدم غاد تبقى تعطيكم هناي دائما هادك الغرزة وغنخليو هاد الفراغ اللي احنا خدمناه غنخليوه وغاد نجيل هاد الغرزة هاد اللي حدا هي اللي غاد نخدمها فهنا غاد نخدم هاد جوة الغرزات يعني اللي قاولية في اللخر فاخدمنا هاد اللولا وغاد نجيل اللي حداها حتى هي غاد نخدمها ودائما في المطن نخدمه يعني في توب فتتزاد عنا وحدة الآن نخدمنا في توب وغاد نرجع نعمر هاد المكان اللي يعني هاد النقطة اللي جات من هالتوب فالآن نخدمنا الغرزة اللولا والآن التانية ولاحظوا معي جيدا كيفاش غاد نعمروا هاد الفراغ اللي كوناه يعني في المرحلة السابقة دائما تنخدم في غرزة وتنجر الخيط الاتجاه اليمين وتنخدم الغرزة التانية وتنجر الخيط الاتجاه الياسار باش يبقى عندي هادك الفراغ يعني هاد الفراغ هاده خصوه يبقى عندي فتنخدموه بهالطريقة وهاد الغرزة اللي جات في الراس هاده هي اللي قدت لكم رادي ما تنخدموها يعني في المرحلة احنا غاد نطالعين وهي قد تخدم وجينا هنا الفراغ فغاد نخدم الغرزة اللولا ونجر الخيط الفوق ونجر يعني الغرزة التانية ونجر الخيط الاسفل فغادي نجيل الغرزة اللي حداها حتى هي غادي نخدمها يعني نخدمه هنا هات جوجة الغرازي اللي يبقاون هنا في الأخر ودائما في المتا نضربه هنا يفتوب فترجع نخدم وحدة جديدة يعني غادي نخدم هاد المكان هادا فهنا هتلاحظوا معاي أغايعطونا ثلاثة الغرازي يعني هنا الأولى والتانية والغرزة والتالتة فهذه الطريقة اللي تيخدموا بيها يعني الشهدق ديما كتبقى تخدمي الفراغ وتترجعي الضربة يعني مرة تجر الخيط الفوق مرة تجر الخيط لتحت باش يبقى عندك هذك الفراغ فالآن ولو عندنا ثلاثة الفراغات وغادي نعمرهم فغادي نجمعهم كاملين بهالطريقة هادي فكيف ملاحظتوا معاي دخلت الخيط من الأسفل فجمعتهم بهالطريقة هنا اللي بغا تكبر تبع نفس الطريقة وتزيد يعني الغرازي فجناب دي للخدمة يعني في التوب اللي بغا تكبر يعني تديرو أكبر ودي ما هنا أنا وضعت ثلاثة المرات يعني لويت الخيط هنا ثلاثة المرات يعني خدمت اللولة والثانية والثالثة ولي بغا تخدم غير مرة تخدم غير مرة مشي إشكال وترجع دي مل هذ النقطة هذي اللي كما قدت لكم غا نبقى دي متن خدموها وغادي نجي لهذا الغرزة اللي حداها كذلك حتى هي غادي نخدمها وغادي نجي لهذه الثلاثة الفراغات اللي عندي هنا عندي ثلاثة الفراغات وكيما قلت لكم تقدروا تزيدوا الفراغ الرابع بنفس الطريقة اللي مهم هو أنكم تحافظوا على ذيك الزيادة اللي تتزاد في التوب يعني في المثل نضربوا في التوب تتزاد عد نعوينا فالآن أنا خدمت اللولة وغادي نرجع نخدم فوق منها التانية هنا اللي بغادي تخدم غير وحدة تخدم غير وحدة يعني أنتم ما عندكم حرية الاختيار والآن غادي نخدم حتى التالتة أنا هنا بغايت ندير ثلاثة بشي يبين الخيط يعني يعطي وحدة منظر يعني يبين كبير وكله وحدة ونظر ديالها يعني في الخدمة فاللي بغايت تخدم غير خيط واحد تخدم غير خيط واحد مش إشكال غادي نرجع نخدم يعني هاد غرزة اللي حداها وكذلك اللي حداها يعني هنا الثانية والغرزة التالتة المهم هنا غادي نخدم هاد المكان هادا واهم حاجة هي الخطوة يعني اللي غادي تعطينا الجمالي لهاد العمل هادا فهنا غادي نخدم في التوب وكما قلت لكم في المثل نخدم في التوب تتزاد عندنا غرزة هاد الزيادة راها مهمة بزاف لأن هاد نصف دائرة غادي وتتكبر فما حدا هي تتكبر إلا ما زدتوش هنا مثلا ما زدتوش هاد الغريزة هادي فغادي جيكم الخدمة يعني ما تزاقش أصلا صراحة ما غا تزاق مهم هنا أنزلت الغرزة اللولة وغادي نكمل يعني ديمة تنقى هذا وتنزيد مهمتو ما غا تحسبوه هنا شحال غا تعطيكم من غرزة لاحظوا معي جيدا غا نخلي هادك الفراغات كاملة يعني هاد الخدمة كاملة اللي احنا خدمناها وغادي نجيل هاد الغرزة اللي عندي في الرأس هادي اللي قد لكم ديمة كتبقى شيطا عندنا قديمة نخدموها وغادي نخلي كذلك هاد الفراغات كاملين أصلا هنا ما تلقوش فين تدخلوا يعني الإبرة فغادي يبال لكم أنكم خسكم تضربوه نيشان في هاد الغريزة اللي جات عندكم في الرأس ومن بعد طبيعة الحال غادي نخدموه احنا هادك الخيط باش ما يبقاش يبان بشكل يعني سيئ غادي نخدموه وغادي نعمرو وشيو اللي يعني يعطينا وحد الجمالية أكتر لها الدرس هذا فهالدرس خفيف وساهل وبسيط فهنا كيفاش غادي نبدأ وحد أخرى جديدة لاحظوا معي جيدا كيفاش غادي نبدأ وحد أخرى جديدة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وعندي هنا خمسة ضربات اللي ضربت في التوب فانتو ما غادي نتحسبو هاد خمسة ضربات واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة أنا هنا حسبتهم يعني غر عشوائيا ولكن الحساب من بعد داروا رخصكم يعني يخرج لكم حساب متناسق فهنا قفن خرجت لي هادك الخمسة قعلمتها يعني بصبعي وغادي نرجع نوضع العلامة وكذلك فكيف ما تعودنا غادي ندخل يعني العقيقة اللي عندي وغادي نركبها بشكل عادي جدا كيف ما بدينا الخدمة في الأول كيف ما غادي نكمله في الأخر يعني ما كنش إضافات ولا شي حاجة جديدة فغادي نخلي هاد المكان وغارجع لنفس النقطة دي البداية باش نتبت هاد القوس هاد اللي غايجي عندي هنا الفوق أو نصف دائرة وترجع نخدم عليها قعادي جدا هنا مهم غادي نعمروا الفراغات يعني نرجعوا الفيديو الوراء فغادي نتلقاوه فكيف ما بدينا هادك اللي أول غادي نكمله الثاني فالآن ضربت في التوب وغادي نكمل هديك الخدمة كاملة المهم اللي عندنا هو أن ناخده لون آخر وهنا أنا خدمت بالخيط مبروم على ثلاثة شعرات والآن غادي نخدم كذلك بالخيط مبروم على ثلاثة وفي هاد درس هاد ضروري تخدموه الدرس يكون الخيط مبروم على ثلاثة لأنه غايجيكم الدرس كبير بزاف وما غايعطيكم شو حد ما ندرز وين المهم خدموه الدرس يكون الخيط مبروم على ثلاثة هاد ريس هاد الصغير يعني هاد اللون هاد الأبيض يعني هاد اللون الأبيض خدسوا يكون مبروم على ثلاثة شعرات يعني ديما في أي خدمة خدمتوها بغيتوا تدري له هاد الدرس من الفوق فخدموها به هاد طريقة خدوا الخيط يكون مبروم على ثلاثة شعرات أما هادك الدرس اللي خدمتو باللون الأزرق فتقدرو تخدموه بالخيط مبروم على ثلاثة أو الخيط مبروم على أربعة يعني من الأفضل خيط مبروم على أربعة باش يجي واقف اما هاد دريس الصغير اللي تنوضعوه يعني من الفوق كتزيين يعني تنزيد ويعني جمالية لهاد الخدمة هادي فهاد درس من الافضل انه يكون لثلاثة شعرات بش يجي رقيق ويجي زوين يعني تيجي متناسق فاش تنخدموه بربعة شعرات تيجي واحد شوية صراحة انا مكيعجبنيش مهم اللي بغا تخدم بي على ربعة تخدم بي فهنا تتبقى غير مسألة ادواق كله وحده وضوق ديالها في الخدمة كله وحده وكيفاش تبغي تخدم كليك تبغي تفضل خيط على ثلاثة كليك تفضل خيط على اربعة فانتوم كله وحده تاخد الحاجة اللي عجباتها ولي بنت لها مناسبة فالان كيف هاد الفاراغ هاد الكبير كما قلت لكم في الول ان احنا غادر رجعون عمره فارجعنا عمرناه وضعت لي انا هاد دريس الصغير واللي بغا تزيدها جمالية اكتر حتى فاش تكملي عاودي يخدمي درس خلف فق منه تهو غادي يزيدها يعني اعطيها جمالية اكتر وتكبر لك الخدمة يعني غادي يقول لي بني الدرس كبير انا هاد درس مبغيتوش يجي كبير بزيف اغلبية ما تيبغوش الدرس يكون كبير تيبغو الدرس يكون غير صغير ويخدموه يعني يجي في القفطان في الجلابة في أي خدمة بغيتوها فالآن أنا غادي يعني نستمر حتى نوصل النهاية فغادي نغرب شوي يعني حتى نكمله ولي بغادي يعني أول مرة تتشوف لي بغادي يعني الأخوات المبتدئات لي بغاو هاد ريس هذا الصغير فأنا وضعت لي فيديو خاص بي اللي بغادي يعني غادي كنتمنى أنا نتذكر نوضع لكم الرابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو فرجعوا لي وشوفوا يعني فيه غر فيديو خاص غرب هاد ريس هذا الصغير ما فيه شي يعني شي خدمة أخرى وضعته خصوصا المبتدئات لأول مرة يعني غدا تبدأ تخدم فكل شي تعلم وكل شي استفد هذا هو الهدف دينا الأساسي ولي بغايت غير تخدم زي ما غير جلابة ديالها بوحدها تخدم هاد شي ما صعيبش بزيف خاصو غير شوي هذا الخاطر كي ما كنقول الخاطر هو أهم حازا فهنا غادي نكمل فوق من كل غريزة غادي نوضع ذا دريسة صغيرة هاد درس هذا تنخدمو بيحتى ذاك جلالب اللي تنديرو لهم يعني جيب هادك جيب اللي يكين يعني بزافة لنساء تيبعو يكون جيب في الجلابة فاتنخدمو غرب هاد درس هذا هاد درس صغير اللي وضعت لكم من الفوق كيجي رائع يعني باش نعمرو بيغردك الجيب لان الجيب تيكون الحجم دياله صغير وما تنبغوش نخدموه شي خدمة يعني تكون كبيرة ومعقدة ومرونة فالأفضل نديرو ليغرب حلوكا المهم كنتمنى أنا الفيديو نال إعجاب ديالكم وليك تشوف القناة لأول مرة فعجباتها القناة بغايت دائما نوصلها الجديد ما تنساش الاشتراك في القناة وما تنسوش تفعيل يعني زر الجرس تضغطوا على زر الجرس هذا الجرس اللي تيكون يعني قريب الاشتراك هو اللي تيساعدنا باش أي فيديو لحنا جديد يوصل لكم فشكرا على المتابعة وشكرا لأي وحدة ضغطات على زر الإعجاب كنتمنى الطبيع تحال أن هذا الفيديو يدينا الإعجاب ديالكم وأي تساؤل وضعوا في صندوق وضعوا في تعالق عفوا وشكرا على المتابعة